سيكون عن جديد مشاهدينا ومنرجع لحتى نتابع بتحلى الحياة مع دكتور مارك بوزايدان واليوم راح نكون عم نحكي عن المزاهر والتقطير صحيح، مصار مصارين، بشو لازم نبلش عن شو أكتر شي بدنا نحكي من بلش بالمزاهر؟ راح نبلش بالزهر لأنه ما في نعمل مزاهر إلا ما نكون عن مزاهر وهلأ أنا لاي حبيت أحكي عن المزاهر لأنه هلأ موسم زهر البوصفير يعني لبنان مشهور بها الفترة من السنة بنيسان بالإنتاج اللي بيطلع من زهر البوصفير اللي هي من إنتاج شجرة البوصفير اللي هي نوع من الحمضيات بتطلع أجمالا بمنطقة شراء الأوسط والبحر الأبيض المتوسط خاصة بلبنان، سوريا، تركيا إلى آخره ورحبها كتير حلوة ورحبها كتير حلوة فعلا تاريخيا مناطق جنوب خاصة مشهورة بزهر البوصفير خاصة منطقة مغدوشة وبقولوا قبل ما يصير فيه عندنا هالامتداد العمراني كانت توصى ريحة الزهر البوصفير على صيدة مغدوشة على صيدة قد ما ريحته حلوة وبتنتشر فلايه أول شيء نعمل ما زهر من زهر البوصفير مش لأنه زهر البوصفير عنده فوائد صحية أو غذائية أكتر من زهر الليمون أو زهر الحامض أو إلى آخره بس لأنه ثمارية البوصفير اللي هي ليمونة البوصفير ما بتتاكل هي مرة كتير مش طايبة مش طايبة القشرة تبعها قاسية فبقى المستهلك ما بحبها من هيك الإنسان لقالها استعملات تانية مثل أنه يقطر مزهر من زهر البوصفير أو يستعمل زهر البوصفير تيعمل مربع زهر البوصفير إذا منشوفهم أكتر شيء موجودين على الحلويات العربية بيستعملوا الزهر بيبقى سير لونه صوب الأحمر هو زهر البوصفير وأكيد أنا حتى الزهر ما بتحبه حتى الزهر ما بتحبيه لا تعمته طيبة يعني اللي بحطوه على الحلو ومتعطوه لون الأحمر تعمته كتير طيبة على الحلو وأصلاً إمته المادية كتجارة وصناعة غذائية كتير عالية أو كتير كبيرة صحيح فمن هيك حبيت أحكي اليوم على المزهر لو نحن هلأ بعز موسم زهر البوصفير إذا منروح على منطقة فيها شجر شجري وفيها بوصفير رح نشم ريحة بتشق القلب هلأ إذا بدنا نعمل مزهر نحن بحاجة لتقطير هذا إذا منحكي على سعيد المنزلة بس هذا الشيء ما بيمنع إنه إجمالاً المؤطرات أو الزيوت اللي متستخرج من الظهور أو من الأعشاب ممكن تستخرج على عدة أشكال هون عم نشوف أول صورة حتى لو صغيرة شوية صغيرة الكاركت اللي منعرفها نحن تقليدياً ببيوتنا في عنا أنواع كاركت صغيرة هلأ كمان درجة ممكن تستهلك يعني ممكن تحطها على الغاز أو على الفرن بالبيت لستة البيت إذا تطلع عبادة تعمل أنواع عدة من المياه يعني مزهر موارد أصعين حيلاً نوع من المياه زعتر روماران هلأ بعد شوفي عنا الجاردانيا بعد يطلع فيها كمان قطر جاردانيا بيطلع لنا ريحة الجاردانيا على كل السنة بدل ما تطلع عنا بس بشهر أيار فإذاً في عنا أنواع عدة من التقطير لحد ما نوصل للتقطير على مستوى أو مش تقطير بيصير اسمه استخراج الزيوت على المستوى الصناعي اللي منبطل عم نحكي عن الماي هذه الصورة لو فيها نرجع لها بعد شوية صغيرة حتى اللي نكون عم نفسر عن التقطير بالبيت التقطير المنزلة بس بهمني بس كمان ألف وتنظر مشاهدين على طرق استخراج الزيوت بالمعامل يعني في عنا كذا طريقة أهمة وأولا هي استخدام نسميه بالعرب المذيبات أو سولفنس لهن نستعملون عندهم قدرة أنه يفوتوا على قلب الأنسجة طبعا النبات ويلقتوا الزيوت الموجودة فيه والعطور ويظهرون لبرا وبالتالي منرجع نحنا منفصلهم أكيد هيدا أرخص طريقة وأسرع طريقة وأكتر شيء كوميرسيال من هيك نحنا ما كتير منشجع لها لأنه ما منستخرج كل أنواع الزيوت المنيحة في عنا كمان طرق تانية مثل الفاكيوم مثل تاني أكسيد الكربون سي أو دو إلى آخره إلى آخره بس نحنا ببيوتنا للأشخاص اللي عم بيحضرونا إذا حد طلع باله يقطر مزهر إذا عنده شجر إتبوسفير أو عنده حيالة نوع من اللاباتات العطرية حد البيت وطلع باله إجمالا أول شغل بيعمله هو التقطير اللي نحنا موعدين عليه تاريخيا جدودنا بيقطره ونحنا لازم نكملها العادة صح ونعتمد كتير على منتجاتنا نحنا يعني كل شيء من الأرض نحنا عم نرجع شوي لهذه الثقافة خلينا نقول من دون ما نشتري المنتجات من السوق نحنا عم نعملها صحيح أول ثقافة وأهم أنه نستهلك منتجات محلية فإذا إذا جاري مصنعها أحسن من أنه يكون جاية من محل بعيد من بلد تاني من نعرف المشكل وطاني موضع هي أنه نحنا نصنع غذائنا بإيدنا إذا عندنا شجرة إبوسفير أو عندنا روماران أو عندنا حبق أو عندنا حيالة نبتة عطرية بالبيت على البالكون أو بجنينة وبدنا نقطرها بموسمة نحنا بحاجة للكركة التقليدية اللي منعرفها بحاجة للنبتة إن كان زهرة إن كان البذر طبع الزهر إن كان الوراء يعني حسب كل نبتة إلى خصوصيتها منحكي عنه باركة بحلقات لحقا وبدنا مثل ما نحكي الكركة أهم شيء فإذا هلأ مثل ما شفنا بالصورة الزافية نحطها على الشاشة الطريقة اللي معوادين عليها هي النار لما نحكي عن تقطير بدنا نستعمل النار حتى لنحمي هالماء اللي بقلب قلب النبات ومن بعدها رح تتبخر المياه ومعها الزيوت والعطور رح تطلع على محل اسمها يصير بخار يعني يصير هي بخار وحامل معها هالزيوت ومن بعدها بتقطع بمرحلة تبريد مثل ما نحن نشوف على الشاشة على الكويل حتى إلي ترجع تتصفى وترجع تترقد ترجع تصير مياه ومياه عطرية وزيوت عطرية مثل ما نحن نشوف بالمستخلص على شمال الشاشة وبعدها ضغر فينا نستخدمها نستعملها ولا بدها بروسيدور بعد تاني أو إجراءات تاني هلأ هون بصار المنتج جاهز بس تقليديا بقولوا بنترك شوية صغيرة حتى لنريح المنتج فيه عالم بتحطه بالشمس حتى لي يصير لونه أصفر حتى لي هاي الدلالة على إنه المنتج عنده جودة عالية بس إجمالا بعد يومين أو ثلاثة من التحضير بتكون كل المواد اللي مانا محبزة أو مفضلة بتكون تبخرت شوية صغيرة وبيطلع لنا منتج جيد جدا عنده استهلاكات كثيرة مثل شو؟ مثل شو؟ إجمالا لما نحكي عن مزهر من روح صوب الحلويات يعني ما في عنا معمول بلا مزهر هلأ ربنا على فترة تصنيع معمول هلأ على عيد من بعض الصوم فإذا معمول بدنا مزهر في عنا الكاسترد والحلويات على أنواع فيها نستعمل فيها مزهر هيدا إن كان من ناحية التغذية فيها ناخد كمان نحط مي ونحط معها مزهر بتكون ريفراشنج فإذا هيك إنرجايزنج ريفراشنج إلى آخرها للصيفية طاعت طاعمة كمان طيبا طاعمة أهم طبيعية ومن المعروف أنه عندهم فوائد صحية هالأنواع من المنتجات إن كان مزهر موارد أصعين وحيالنا نوع من المؤطرات عندهم معروفين أنه عندهم فوائد مثل رولاكسان إيدراتان بيرقلش ضغط الدم يعني في عنا كمان القهوة البيضة أو الكافي بلان اللي ما فينا ما نحكي عنا إذا عم نحكي عن المزهر الكافي بلان هو قهوة مع أنه ما خاصة بالقهوة شغل لبنان أو اختراع لبنان درجة بحدود 1930-1940 وبعدها لها هلأ عالميا الكافي بلان هو بنعمل من مي مغلية بنزيد عليهم مقدار صغير من المزهر حسب النكهة حسب الزوء إذا ما نروح على استعمالات تانية كمان بقوله موشترايزر فإذا بمرطب للبشرة كمان بحفز النشاط البشرة إذا عنا أنسجة معرضة للخطر أو في التهاب معايا منقول منحط مزهر حتى لنخففها للتهاب ومعطر للجو بدلا ما نستعمل السانت هو دي المعطرات الكيميائية في نستعمل مزهر بعالم الجميل نحنا السيدات حتى بقوله أن الطونر فينا نعمل ونحن بالبيت ونستخدم المزهر أكيد المزهر هو الطونر يعني هو ناتشرال طونر بحد ذاته يعني عنده استهلاكات كثيرة هلأ كمان يمكن أنا بحكي من ناحية سوبجيكتيف لأنه كنت عم بفكر أنه إذا الشخص بحب الشغلة بيلاقي له مئة استعمال إذا ما بحب الشغلة ما بيقرب صعوبة مئة فايدة إذا بدنا نستفيد بالبيت نعطي هيك ريحة حلوة أو حتى هيك ليطهر البيت كيف فيها نحطها بسبراير بس خلينا ما نقول يطهر خلينا ما نقول يرطب ويطيب الأجواء لأنه لأنه ما أنه هو مطهر مزبوط إذا بنا نحكي عن مطهر يعني بنكون عم نحكي عن زيت العطري أو الويل الإسانسيال لموجود به هالمزهر اللي هو بيشكل واحد بالمئة يمكن ما فينا نستخرج كثير يعني ما فينا نستخرج كثير اللي هو الزيت بس بحد زيته زيت البوسفير أوكي هيدا هون بيصير فيها نحكي أكيد عن معاقم وعنده إفاة أنتي ميكروبيان فأزم ضد البكتيريا والميكروبيات إلى آخرها إذا بدنا نستهلكه أو إذا بدنا نستخرجه على هالمايت الزهر منزيد أنواع من الأملاح هالأملاح بتفصل ضغري بيصير في عنا كوش من الزيت فوق وعندنا الميت أحد هيدا الزيت بحد زيته عنده فوايد يعني كيميائية كتير مهمة يعني إحنا حتى الأمن كوع منحضرهم بالبيت رح يطلعنا قبل زكرة أنت الزيت ورح يطلعنا الماء يعني إحنا منشيل الزيت ومنترك الماء لا أو منخضها إجمالا منخضهم قبل يعني قبل ما نصب مزهر هيك من يعني منعملوا الشيكينج شوية صغيرة حتى يرجع يعمل أموجينيزاز أو حتى يرجع ياخد بعضه كله سوا حتى لنستهلك كيل للفوايد تبعه بس صناعيا لما يقطروا المزهر بيرجعوا بيفصلوا لأنه هالنيرولي عنده قيمة مادية كمان كتير كبيرة بيستعملوا بيستفيدوا منه لشي تاني بمستحضرات التجميل بالمرتبات الكيميائية إلى آخره إلى آخره كمان كنت عم بقرأ شغلة كتير مهضومة كمان عنه اللي بيحب بهالشغلة بيلاقيها استعمالات لقيت أنه في عالم بيحطوا بالمكوية نعرف ترميح أنه بيحطوا ماء بالمكوية حتى يراتبوا حتى يعملوا بخار بيحطوا ماء زهر بالمكوية فإذا بيطلع ريحة التجميل ريحطون زهر خفيف هلأ هيدو معلومة منيح بطلنا عايزين نزيد المسحوق مع الغسيل أكيد لأنه منزيد نحصها الغسيل لما يصير في تضارب لكن لازم حدا يجربها لأنه في الكثير عالم عنده حساسية على ما صحي الغسيل أو البشرة ما بتحمل فممكن يكون ألترنتيف صحي وطبيعي أو لما بيحب بالأكل بيستفيد منها بشي تاني مضبوط وهلأ كمان فيه بشرب للترانز للشبيبة خاصة البارتندرز وهيكي تانبورة مع الجن كتير طيب المزهر فبقى يعني في عنا استعمالات كتيرة ممكن كل شخص منها يجربه هلأ نهار جمعة قرب الويك أند بقى الكل هلأ سارلسوا يجرب الجن مع المزهر هل فيه شي تغليفة معينة بعد التقطير لهيدي الأنين اللي بدو يطلع لنا منها المزهر أو لا مثل ما هي كتير بسيطة هلأ إجمال لما نحكي عن منتجات مثل المونة لأن المزهر هو منتج مونة إجمال ونحفظهم بمحل ظل فإذا ما فيه ضو وحرارة معتدلة حتى يضاينوا لفترة طويلة وبالفعل إذا منتج مرتب يضاين لأكتر من سنة على حالته الطبيعية وأكيد رويح بالدلة عطرة واستعمالاته فعالة دكتور مارك بتحب تديفشي عن هالموضوع فيه عندنا كتير معلومات فيها نحكي عنها خلينا نحكي أنا تفكر شو الأهم شو الأهم فيه قصة بما يتعلق بالتقطير هون بحب ألفت نظر مشاهدين خاصة الأشخاص اللي بيشتغلوا بالتقطير يعني أنا جدة أنا معلم التقطير منه ولما رحتت تعلمت وطورت معرفته تعرفت أنه لأ فينا بطرق صغيرة نحسن عملية التقطير اعتبروا عنا شجرة بوسفير حد البيت ونحنا قررنا نعمل مزهر منها أول شغلة وأهم شغلة أنه ننطر يومين ثلاثة لما تكون الدينة صاحية لأنه هيكي بيكون الزيوت مركزة بالوراق أو بالزهر إذا كنت عم تشتة بيكونوا كلهم مي فهي أول نقطة لازم نهتم فيها تاني نقطة لازم نكون ناخد قد ما فينا زهر ما فيه مش مرشوش مبيدات على القليلة قبل بجمعتين مفضل أنه ما يكون مرشوش أبدا بس على القليلة قبل بجمعتين الحقل يكون مش مرشوش مبيدات وثلاثة لازم نقطف عند الصباح الباكر ها بكرة كتير بكير أكيد لأنه بتكون كمان البلانت ملنا سترسي بحالتها الخام هيدا أول نقطة إذا عم نحكي من ناحية القطف هلأ من ناحية التحضير قطفناهن اجمعنا نتركهم لـ 8 إلى 12 ساعة حتى لي يجفوا حتى لي كمان هالزيوت والعطور بقلب الزهرة تتكاتر تصير كونسنترية أكتر ومن بعدها نحطهم بالكاركة بمقدار 1 إلى 1.5 يعني كل كيلو زهر مبيله لتر أو لتر ونص من المياه حسب قديش درجة إمتسا بس إجمعنا كل كيلو زهر مبيله لتر لتر ونص من المياه وأكيد نحن نحط الزهر مفضل أنه نفتح الزهرة لأنه العطر والزيوت لا يطلع بقلب البتال أكيد نشيل الأجزاء الخضرة من الزهر ونحطها وبهذا الشكل بتبلش عملية التقطير منحط نار قوية أول ما يبلش يطلع على العطر أو المياه منخفف النار بيصير عم تنقل نقطة نقطة أكيد هيدا عملية أنرجي انتنسف يعني بتطلب وقت تطلب وقت تطلب غاز فإذا المواد محروقات يعني للطبيعة مش كتير هلأ محبزة لأنه عم نبش على ألترنتيف ما مننتج فيه طاقة أو ما مننصر فيه طاقة بس تقريبا قدي بتاخد وقت إجمالا الليتر بده ساعة إذا عدنا خمس ليتر أو خمس كيلو زهر بدنا خمس ساعات يعني عملية شوية طويلة يعني بس تحروز تحروز لهيك منتجات طبيعية ونحنا نحضرها بالبيت بهذه الطريقة شكرا لألك دكتور مايك محسي لألك أهلا وسهلا فيك وأنا مبسط بالفقرة معه بايدوي يعني كنت عم بوله كنت عم بوله أنه تقطير وما زهر ماذا بدنا نحكي بس عن جد اللي حكيته كتير مهم وكتير مفيد محسي كتير سأكيد محسي كتير